والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما تظلماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا ذكة واحدة فيومئذ وقعت الواقع وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أوجائها ويحمل عش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابيا إني ظلمت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانيا كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليت لي لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت خاضيا ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوا فبلوا ثم الجحيم صلوا ثم في سمسلة ذرعها سبعون ذرعا فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا تعامل إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقصر بما تبصرون وما دا تبصرون إنه لقول رسول كريم ولا هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهل قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقارير لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتطين وإننا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم